اختبار اليوم ديد جونغميني ثلاثة باو دعنا نلقي نظرة هذه طائرة بدون طيار تزيد من مساحة الشفرات تقليل مقاومة الرياح وزيادة الطاقة الحركية توسيع نطاق تصور العقبات هل تعجبك؟ بطارية طيران ذكية قياسية رسمية 2453 مللي أمبير لمدة 34 دقيقة وزن الإقلاع أقل من 249 جرام بطارية طيران ذكية طويلة العمر 3850 مللي أمبير لمدة 47 دقيقة وزن الإقلاع حوالي 290 جرام مع هيكل تصميم بيتيزي جديد يمكن أن تطلق النار على شاشة عمودية مناسبة لتصوير مقاطع الفيديو القصيرة عند تصوير الشاشة العمودية لا يتم دعم التركيز التالي ووظائف المتابعة الذكية فقط تدوير بيتيزي 90 درجة إطلاق النار على الشاشة العمودية لم يتم العثور على مؤثرات خاصة أخرى ممتعة لا يمكن نلتقاط الصورة بزاوية 360 درجة الحد الأقصى لزاوية رفع بيتيزي هو 24 درجة دعم أقصى زاوية 60 درجة لإطلاق النار مجهزة باستشعار الرؤية مجهر هناك أيضاً أنظمة مساعدة الطيران سواء كان التتبع أو الترجمة يمكن أن تتبع الهدف بثبات يمكن أيضاً تجنب العقبات بمرونة قارن سطوع الشاشة هذا هو سطوع جهاز التحكم عن بعد ديور برو هذا هو سطوع iPhone 13 أشعر أن هاتفي أكثر إشراقاً مع السلامة